إذا نسلم هنا جثمين أولاد وإحنا من طالب الحكومة من طالب الرؤسة من طالب المؤسسات كل ياته توقف معنا مش كل مرة تخادم مش كل مرة بتكاسلوا عنه مواضيع جثمين أولادنا أولادهم مرتاحين أولادهم مبسوطين إحنا أولادنا في تلاجات في تلاجات أولادنا مجمدات مجمدات في تلاجات إحنا بدنا أولادنا بدنا ندفنهم بدنا نكرمهم كرامتنا وكرامة أولادنا إحنا بدفنهم إحنا بدنا أولادنا بس بدنا أولادنا أنا هذا الطفل 15 سنة طبق 16 سنة في الثلاج كان عيد ميلاده قبل ثلاث أيام في الثلاج يطبق 16 سنة أنا بدي يوسر بدي أدفنه بدي أكرم وقبره باستنى في فاضي قبره أنا بدي ابني هذا كل طلب وأتمنى هالمرة سوء لا يوصل وما سوصلش سوء نحن ساعد كمان وكمان والصلاة والسلام على عشف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا لهذه الأمهات الصابرات أقول أجمل الأمهات التي انتظرت ابنها فعاد عاد مستشهدا ولكن الشهداء يحلقون عند الله وتعود عجسادهم لندفن جسامينهم بما يليق بهم هؤلاء الشهداء 105 شهداء في الثلاجات وعشرات الشهداء في مقابر الأرقام لم يعودوا وما زالت العم والأخر والزوجة والأب والأخ ينتظرون وقبورهم مفتوحة حتى يتم دفنهم بما يليق بهم وقد قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال لقد اصطفاهم الله المؤمنين كثر المؤمنين كثر ولكن الذين اصطفاهم الله أقل ومنهم الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون نعم ما نحتاج إليه وما نريده هو أن نقوم بدفن أبنائنا بما يليق بهم ما هذا الخروج عن الأعراف والقيم والتقاليد الإنسانية هذا احتلال مجرم هذا احتلال نازي جديد الذي يقوم باحتجاز هذه الجثامين وأنا أقول وكل ذوي السهداء وكل هذا الجمع الفلسطيني من أبناء جنين القسام يقولون لهذا الاحتلال سوف نقوم بدفن أبنائنا وبالقوة سوف نسترد جثامين أبنائنا وبالقوة فالبنادق ثم البنادق ثم البنادق والخطوة الواسقة البنادق ثم البنادق ثم البنادق وإحنا بنعلين النافير بدنا الشهيد الآسير بدنا الشهيد الآسير وإحنا بنعلين النافير بدنا الشهيد الآسير بدنا الشهيد الآسير وهذه دعوة الأخرى للأخوة في هيئة شؤون الأسرة أن يفتحوا بند جديد لديهم ويسمونه بند الشهداء العسرة فهؤلاء شهداء عسرة وهؤلاء يجب أن تتم المطالبة بهم نقول لقيادتنا أن عليكم أن تضعوا هذا الملف في ملفات الأولوية على الطاولة وندعو كل العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية للقيام بدورها في هذا المجال أما بالنسبة لشعبنا فكفى لا يجوز أن تكون هذه المشاركة الخجولة في قضية شهداءنا العسرة الشهداء المحتجزين المعتقلين لدى الاحتلال وكذلك يأخذني ذلك إلى أسران الأبطال هؤلاء الأسرى العظماء هؤلاء الأسرى الذين ضحوا بحريتهم من عجلنا يجب أن تكون هناك مسيرات وأن تكون هناك وقفات وأن تكون هناك مواجهات من عجل هؤلاء الأسرى العظماء الأسرى الذين ضحوا بحريتهم حتى نحيا بحرية منهم المرضى ومنهم ومنهم الذين هم على حافة وشفير الشهادة هؤلاء يجب أن نقف معهم ويجب أن نقوم بكل ما نستطيع حتى ننصرهم هؤلاء الأسرة الذين ضحوا بحريتهم من عجل القدس ومن عجل الأقصى واليوم يخوض المقدسيون معركتهم ضد هذا الاحتلال المجرم من عجل أن ينعموا بالصلاة وأن ينعموا بحرية العبادة في المسجد الأقصى وفي القدس المستهدفة من قبل المجرمين ومن قبل المستوطنين من منكم لم يرى كل هذه المناظر حيث تضرب نساؤنا ويحكم أنا معتصم فيكم ويحكم كيف تضرب نساؤنا عمام عيوننا ونحن جالسون هنا وننتقد ونقول وليس منا من يقوم بأي فعل سوى ذلك الرعد وذلك الضياء أولئك الذين منعوا التجول في مناطق الاحتلال داخل العراض المحتلة عام 1948 منعوا التجول في تل الربيع وفي الشيخ مونس وفي إيافة هؤلاء نتوجه بالتحية لأهاليهم ونقول لهم أننا معكم لا سيما أخي وصديقي وحبيبي القائد أبو الرعد فتحي خازم ذلك الرجل الذي عندما قال كلمته بس فينا الحياة وبس فينا الروح وبس فينا القوة يا أبو راعد سير سير يا أبو راعد سير سير نعم نحن نريدها مقاومة شعبية شعبية المقاومة الشعبية يا إخوان هي التي يقوم بها الشعب وقد تبدع بكلمة وقد تكون بحجر وقد تكون بخنجر وقد تكون ببندقية 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 وقد تكون بصاروخ بصاروخ مش تكون لبواسير رئيس يطلع لك مواسير يا زلمي مواسير هؤلاء الذين قاموا بتطوير هذه المعدات حتى يضربوا الاحتلال ويمنعوا في تل أبي بالتجول هذه مش مواسير هذه صواريخ تنعشنا وتنعشنا اشتركوا في القناة 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 شكرا شكرا اشتركوا في القناة ويضعه في مكان يليل ولكن ايها الاحبة هذا الاحتلال البغيض الذي يمارس كل اشكال العنف والارهابي ضد شعبنا الفلسطيني العظيم بالامس حاول اكتحام المسجد الاقصى واكتحم المسجد الاقصى من اجل اخراج المرابطين والمجاهدين الذين يدافعون ليس فقط عن الشعب الفلسطيني او الامة العربية ولكن عن الشعب الاسلامي والامة الاسلامية وكل احرار العالم عندما سمعنا بالامس ما جدا من اركض تقول نحن صحيح عزل ولكن لن نركع الا لله هذا هو حال الشعب الفلسطيني اليوم اطلب اهالي الشهداء المقطوفين لدى الاحتلال المجرم الارهابي اليميني المتطرب واضح ووحيد ويجب ان يكون شعاره كل من يقول بانه قائد لهذا الشعب الفلسطيني سواء بالسلطة او بفصائل عمل وطني والاسلامي ان لا يكون لنا مطلب الا بالافراج عن جثامين الشهداء وهذا اضعف الايمان ورسائل المقاومين في رسائل في كل مكان ورسائلنا لابطال غزة ان لا تكون هناك صفقة للأسرة الا ويكون البند الاول لها الافراج عن جثامين الشهداء الابطال ايها الاحبة في العشر الاواخر من شهر رمضان جنين من ميدان الاسير كريم يونس تؤكد دوما لكل شعبنا الفلسطيني العظيم بان جنين ستبقى الوفية وعلى عهد الشهداء الابطال المخطوفين واسرار الابطال خلف القطبان هذه رسالة جنين رسالة الوحدة الوطنية ورسالة المكاومة رسالة البندقية ورسالة عالم فلسطين هذه الرسالة التي عبر عنها كل اباء الشهداء ابو امجد عزمي وابو رعد قبل ايام وابو ضياء حمارشي وابو خليل طوالبي وابو كل الشهداء وعذرا اذا نسينا اسمنا هناك رسالة واضحة للجميع بان الحل مع هذا الاحتلال الصهي للوجرم هو القوة واذا لم نكن اكوية ايها الحبة فانه لن يران احد في هذا العالم انظروا ماذا يحدث في الكتس كل يوم في هجم على الكتس وكل يوم تهويد للكتس ونضالوا ابناؤنا واستشهادوا ابناؤنا من جنين الكسام من المخيم والمدينة البطلة والريف الباسل معركتهم عنوانه الكت ولم يكون هناك امن وامان لهذا الاحتلال المجرم الا بتوفير الامن والامان والدولة المستكلة لهذا الشعب الفلسطيني مطلب اهل الشهداء واضح للجميع اتمنى ان تصل الرسالة مباشرة الى القيادة الفلسطينية التي تتواصل كل يوم وتكون احضرنا لم شمل هنا او هناك واحضرنا تصريح هنا وهناك اتمنى ان نسمع خبرا طيبا منها باحضار جثامين الشيخ الشهداء الطائرة الذين ارتكوا من اجلكم ومن اجل كل شبل ومن اجل كل امرات ومن اجل كل شيخ في فلسطين واتمنى على عسائل الفصائل وعلى المكاومة في غزة ان تعلن بشكل واضح بان البند الاول لصفقة الاسرة هي الافراج عن جثمين الشهداء الاطهار الذين قدموا كل ما يملكون من اجل هذا الوطن وعلينا ان نوكث معاناته وحزنه وظلم عائلاتهم البطلة رسالة جنين رسالة محبة رسالة اخوة رسالة تسامح ولكن رسالة امل ورسالة ارادة لا تلين بدماء الشهداء الابطال من هنا ايها الاحبة اطلب من الجميع ومن كل ابناء شعبنا في كل مكان ان نقرأ الفاتحة على ارواحهم وعلى ارواح شهداء فلسطين وعلى ارواح شهداء الكدس فتح يا اخوان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نشكر اهلنا في هذه المدينة الباسلة والمخيمة والصامد ورفو البطل على تلبية في ندائنا وان شاء الله في الايام القادمة سيكون هناك برنامج وعدة وكفات سنبقى بالشارع بهمة احرار هذا الوطن الحبيب الى ان نسترد جسمين ابنائنا شكرا لكم وبرك الله بكم